شايف إزاي عقيدة المقاتل المصري شايف إزاي المقاتل المصري مقاتل متميز بعقدته وبقدراته والله هو في نقطتين وهو النصر أو الشهادة يا حينتصر يا حينال الشهادة وحيجي وراه مقاتل تاني يا حينتصر يا حينال الشهادة فدي ملاش حل دول تسوى ردع قد يتساوى أو يفوق الرجع النووي احنا يا حنموت وعند ربنا وشهداء يا ما حننتصر ملاش تاني وده نخلي الحقيقة أن يعني في بعض الجيوش بتاع الدول لما الدول بيحصل لها حاجة يعني الموضوع ده مش عنده لكن هنا المقاتلين بهذا الشكل المحترف ديف إلى ذلك العلم الحرب علم وعلم معقد فلما نحط النصر أو الشهادة مع العلم العسكري المتطور المحترف دول مع بعض بيحققوا أن الدولة دي محدش قدر أرابرها على مرة السنية ده حي لما نيجي نقول التخطيط والضربة الجوية الأولى هي كانت واحد من أهم الأسباب اللي تسببت في إرباك العدو وساعدت أودت الفرصة للجيش المصري أنه يعبر وتنظيم الصفوف وكمان كانت غطاء للحفاظ على الثغرات اللي تم فتحها وتأمنها بشكل كامل نقدر نقول أنه مش فقط الدربة الجوية وهي الأكثر شهرة في ضربات الجوية في حرب أكتوبر فيه كمان معركة المنصورة خرجت حبي نبتدي بإيه لأ نبتدي بالتسالسل الزمن بيقل ضربة الجوية كان مطلوب في بداية الحرب خالص من قبل العبور أن يتم ضرب كل الأهداف اللي موجودة في سيناء اللي هتأثر على عملية الأبور عشان يتم بسلام من هذه الأهداف مراكز كده وسائطرة وتجمعات العدو وأهداف كثيرة جدا تم رصدها لازم دول يتدمروا الأول عبال مانا يتم الاقتحامات لقناة السويس وستاتو التراب وخط برليف وبناء الكبار يكون العدو ابتدى يتحرك يكون لا خلاص القوات ابتدت تعبر وتبقى النحية التانية من القناة المشكلة الأكبر أن العدو عنده طائرات الجيل التالت الفانتوم سكايهوك طائرات حديثة جدا رادار قوي المعقرانة في هذا الوقت تسليح حديث عندنا طائرات الجيل الأول والتاني فرق جيل كامل طائرات ما فيهاش رادار تسليحها قليل قوي فدي هيكت مشكلة كبيرة جدا أن أنت هتواجه طائرات أحدث منك بكتير جدا إضافة إلى دفاع جوي معادي متطور والضربة دي لازم تتم الحسابات الأجنبية قالت أن أنت لو عملتوا ضربة بهذا الشكل من المقارنة هتفقت تقريبا 45% من قوات الجوية ودي مشكلة كبيرة جدا هتفقت تقريبا نص قوتك كقوات جوية فمشهد تكمل بقى الحرب النقطة التانية الأهداف اللي أنت هتدمرها لن تتعدى 30% من الأهداف المخططة والحسابات صح بسبب تحصينات المراكز أو النقاط اللي هي مراد ضربها صح كده وفرق الجيلين أنا كقوات جوية هخوش أدرك قوات جوية مصرية حواجه قوات جوية معادية القوات الجوية المعادية عندها جيل متطور من الطائرات أعلى مني بكتير جدا وفرق جيل كامل أسمه أجل الطائرات إلى خمس أجل رأسية الجيل الأول مفهوش رادار وطائرات أقل من سرعة الصوت زي الميج 17 الجيل الثاني ميج 21 مفهوش رادار أو رادار يعني بداية الرادار ومفهوش حتى سواريخ رادارية الجيل الثالث اللي كان عند إسرائيل طائرات فانتوم اسكاهوك فيها رادار متقدم فيها سواريخ رادارية اللي هي مش عندي مادة عالي جدا أنا المادة اللي عندي قليل قوي وبالتالي الفرق الإمكانيات الكبير ده يخلي الضربة الجوية دي تفشل أنا حواجه عدو جوه حيصد التردي وعنده دفاع جوه كمان متطور حتتضرب التردي عشان كده كانت الحسابات صح بس النقطة المهمة جدا أنه محدش قلق ده أنا عايز أنقله لما تلاقي تحديات ضخمة قدامك ما تقلقش إلجأ للعلم وابحث عن حلول غير تقليدية للمشاكل بالغة التعقيد التدريب كان أكثر من محترف والتخطيط كان أكثر احترافا منه من البداية وبالتالي تمت الضربة الجوية كل التراتي اللي كان متين سبعة وعشرين طائر دخلوا ضربوا كل الأهدف الأهدف اللي دمرت بقى نسبتها كامل اللي كانوا بقولوا حتدمر تلاتين في المائة معدية سبعة وتسعين في المائة طب الخسائر اللي عندنا اللي هتتتعدى تلاتة في المائة لدرجة أن كان فيه ضربة تانية مخططة عشان لو فيه هدف ما اتدمرتش ما عملنهاش لأن كان الهدف كلها اتدمرت ونجح الاختحامات الثالثة سيدة اللوة عملتوها ازاي التخطيط والطيار عارف إمكانيات الطيارة بتاعت ايه ونقاط القوة ونقاط القوة والضعف في الطيارة اللي قدامي ايه دارسها دراسة علمية محترفة بحيث أننا لما نشتبك أنا هستخدم نقاط القوة وصد نقاط الضعف وده في ثواني معدودة أنا كل نقطة هقولها هقول الشباب بتاعت الوقت يا سريدنا ازاي لما تلاقي مشاكل كبيرة وحاجات ضخمة بالتواجهة الدولة ما تقلقش دول ما قلقوش وكان الشباب قدك النقطة التانية دور على حلول غير التقليدية مش كل واحد عايز إمكانيات قد كده عشان يتغلب على المشكلة اللي قدامه ما هو دول لما تقول لطيارة الميك 17 دول حاولوا الطيارات التدريب ليه طيارات مقاتلة سيدة الواء فيه طيار ميك 17 أسقط طائرة فانتوم لو طيار الميك 17 ده قلت له أنت حتقابل الفانتوم لو واحد تاني هو لك ما طلعش هطلع عمل فيه هليكوبتر 108 أسقط الطائرة فانتوم إذن الناس دي لو قلت له قادي مقارنة القوات ومقارنة الطائرات حيطلع يعمل إيه وبالتالي هو درس طائراته كويس جدا درس الجانب الآخر كويس قوي استغل نقطة القوة ونقطة تاني دور على حلول غير تقليدية مميزة للمقاتل المصري